هايلايت الانستجرام من الاساسيات اللي بتساعد في تعزيز مظهر حسابك وجذب انتباه المتابعين بيساعد في تنظيم الستوري وبيسهل على المتابعين العثور على المحتوى بسهولة هنتعرف ازاي نصمم غلاف للهايلايت ستوري باستخدام موقع كانفا هنتعرف على اربع تصميمات للهايلايت ستوري وازاي نجيب ايكونات مجانية تابعوا معي الاخر الفيديو معاكم منا محمود هشارك معاكم كل ما يخص صناعة المحتوى والتصميم والتسويق اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة هندخل موقع كانفا هسيب لكم الرابط في ديسكريبشن بوكس والتعليق المثبت هضغط على create a design ونختار custom size ونكتب مقاس التصميم هستخدم مقاس 1080 في 1080 بكسل ونضغط على create new design هيفتح الادتور هنبدأ نصمم التصميم الاول هعلم على background وأروح للcolor واختار لون للخلفية هضغط على palette واختار درجة gray الافضل ان انا اكون محددة الالوان اللي هستخدمها في التصميم وكمان يفضل انها تكون حسب الوان الbranding لحساب الانستجرام هضغط على element ونبدأ نختار عناصر للتصميم هكتب في search circle هبدأ اختار شكل circle ومش شرط تكون نفس الالوان اللي انا عاوزها هنغير لون السيركل هعلم على السيركل واضغط على color وابدأ اختار لون للسيركل على حسب الالوان اللي انا محددها في التصميم هبدأ اكبر السيركل هبدأ اشدها من الجوانب واكبرها وازبطها في منتصف الصفحة هضيف في السيركل تاكست هضغط على تاكست واختار add a text box هكتب النص على حسب المحتوى اللي انا هضيفه في حسابي على الانستجرام هبدأ اشد التاكست من الجوانب واضيف التاكست في منتصف السيركل هضغط على التاكست color واختار لون الوايت هضغط على font واضغط على filters اقدر ان انا اعمل filter للانجوج واختار الخط free او pro لو عاوزها كل الخطوط اللي تظهر لي الخطوط المجانية فهعلم على free وبعدها اضغط على apply هيظهر لي كل الخطوط المجانية في موقع canva لو عاوزين نرفع خطوط خاصة بنا على موقع canva هسيب لكم الطريقة تحت في description box ازاي نرفع خطوط ونستخدمها على موقع canva هبدأ اضيف تأثيرات للنص فهضغط على effect واختار ال style واختار ال style اللي انا عاوزاه عايزة اعمل shadow عايزة اعمل neon على حسب ال style اللي انا عاوزاه وده شكل التصميم الاول هنفتح بيج جديدة ونبدأ نصمم التصميم التاني هخلي نفس لون ال background هضغط على elements واكتب في search circle واختار الشكل وابدأ اضبط مقاس ال circle واشدها من الجوانب واضفها في منتصف الصفحة واضغط على color وغير لون ال circle هضغط على elements واكتب في search travel icon وبعدها اختار graphics واختار الايكون هضغط على الايكون هتضاف داخل السيركل وابدأ ان انا اضبط مقاس الايكون داخل السيركل واحاول اخلي الايكون يكون في نص السيركل هبدأ اعمل duplicate للبيج وهستخدم ايكون مجانية من داخل canva طبعا اي ايكون عليها علامة التاك دي تبع الخطة ال pro هكتب في search travel icon outline وممكن ان انا احدد اللون ان انا اكتب white او black كل الايكونات اللي هتظهرلي نقدر ان احنا نغير فيها اللون ممكن اخليها black او white او ان انا اخليها اي درجة تانية انا عاوزها طبعا نقدر نعمل search على اي تخصص احنا عاوزينه هيظهر لنا الايكون اللي دلة عليه مثلا ممكن نكتب fashion هيظهر لنا ايكون خاصة بالfashion ممكن نكتب food هيظهر لنا ايكون خاصة بالfood فنقدر ان احنا نكتب اي كلمة وهيظهر لنا الايكون اللي دلة عليها طب لو انا مش عايزة ايكون من داخل موقع canva وكل الايكون اللي زهروا لي تكون تبع الخطة ال pro او مش مناسبة لي فهنتعرف تلوقتي ازاي نجيب اي كونات مجانية وازاي نحنا نرفعها على موقع canva ونستخدمها هنكتب في جوجل flat icon موقع flat icon من المواقع المهمة اللي فيها اي كونات كتير نقدر نحنا نحملها لجميع المجالات ومجانية لو عاوزين اي كونات ملونة او اي كونات outline black or white واي تخصص وكمان فيه stickers مجانية نقدر نحنا نحملها هبدأ اكتب في search اي مجال احنا عاوزينه مثلا هكتب design هيظهر لنا اي كونات خاصة بالدزاين فيه اي كونات outline وفيه اي كونات ملونة هاختار على حسب الثيم اللي انا عاوزاه في حسابي على الانستجرام هضط على الاي كون بعدها هضط على png واضط على free download هيبدأ يحمل لي الاي كون على ال pc هرجع تاني لموقع canva وهضط على upload وابدأ ان انا ارفع الاي كون هفتح بيج جديدة وابدأ ان انا اضيف circle اضغط على الاي كون اللي انا رفعتهم على موقع canva هتبدأ انها تضاف داخل circle هبدأ ان انا اضبط مقاسها وابدأ اعمل duplicate وامسح الاي كون واضيف اي كون مختلفة هنفتح بيج جديدة ونبدأ نصمم التصميم الثالث هضط على elements ومن الشاب هضط على see all هيظهر لنا كل الشاب هختار shape حسب theme بتاعي هضغط عليه وابدأ ان انا اكبره من الجوانب واوستنه داخل ال beige هضغط على color وانزل عندي gradient وابدأ اختار لون gradient او ان انا اختار لون solid هضغط على palette واضغط على gradient وابدأ ان انا اغير style هبدأ اضيف text داخل ال shape هضغط على text واضيف text box واكتب مثلا code هضغط على font وابدأ ان انا اختار نوع خط واغير ال color لwhite هنصمم style تاني بنفس الشكل هعمل duplicate لل beige من elements هنكتب في search code ونختار icon ونضفها داخل ال shape هنفتح beige جديدة ونصمم التصميم الرابع هنضغط على elements ونكتب frame هنضغط على see all هيظهر لنا كل الفريم هنختار الفريم المناسب فمسلا هاختار circle فهضغط على الفريم هيتضاف داخل ال beige هشد الفريم من الجوانب وابدأ ان انا اوستنه داخل ال beige هضغط على photos ونكتب في search مثلا peach فهيظهر لي صور ده اللي على الكلمة اللي احنا كتبناها وطبعا نكتب على حسب theme اللي احنا عاوزينه في حسابنا على ال instagram فهبدأ ان انا اختار الصورة واشدها داخل الفريم هضغط على edit image ومن effects هاختار blur هضغط على whole image وهعلي intensity ممكن اسيبها زي ما هي او اضف لها text او icon زي ما نفزنا في الاشكال الاخرى موسيقى موسيقى ازاي نحمل highlight cover ونضيفه داخل ال instagram اول حاجة هضغط على share وبعدها اضغط على download واختار png وهنحدد ال page اللي احنا عاوزين نعمل لها download وبعدها اضغط على done وبعدها اضغط على download وازاي نصمم highlight cover باستخدام تطبيق canva على الموبايل هسيب لكم فيديو طريق اضافة highlight cover داخل ال instagram تحت في description box والتعليق المثبت ما تنسوش تعملوا like و share للفيديو وانتظروني فيديو جديد اشتركوا في القناة